لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أعزائي المشاهدين برحب بكم في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وأنوان حلقتنا النهاردة ابن حجر بين الشرك الأكبر والأصغر وإحنا تكلمنا في الحلقة اللي فاتت أن ابن حجر بيأكد أنك تزور قبر النبي لو عايز والتبرج بمشاهدة أثاره وأثار أصحابه وأهل السنة بيقولوا لا يجوز وأن دي بدعة وشرك وأن الأصح أنك تزور المسجد النبي ولو حبيت بعدها تزور القبر ما فيهاش مشكلة لكن لو النية أنك تزور القبر دي بدعة وتأكدنا أن ابن حجر مبتدع ومشرك بحكم أهل السنة وهنشوف ابن حجر بيقول أنه يجوز التبرج بالكبور والتبرج سواء بأثار الأنبياء أو الصلاحين وأول كتاب هنروح نشوفه صحيح المخاري كتاب الجنائس باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها بيقول لنا عن أبي هريرة قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليهم السلام فلما جاءه سقه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه وقال ارجع فكله يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعر سنة قال أي رب ثم ميزة قال ثم الموت قال فالآن فاسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال رسول الله لو كنت هناك سمى لرأيتكم كبره إلى جانب الطريق عند الكسيب الأحمر وحنا نشرع الحديث بشكل سريع إن الله أرسل ملك الموت إلى موسى فموسى ضرب الملك فقعينه فرح ملك الموت لله وقال له أرسلتني إلى عبد يعني مش عايز يموت لا يريد الموت فرح الله قال له ارجع لي وقل له يحط يده على ثور على متن ثور يعني وإني لي أيام زيادة بكل شعر يده تيجي عليها لي سنة فطبعا سنة زيادة فموسى طبعا سأل الله قال له إنه لما يموت يقربوا من الأراضي المقدسة شرح الحديث ده بقى إيه؟ شرح الحديث فتح الباري بيقول قوله باب من أحبت دفن في الأرض المقدسة أو نحوها قال الزين بن المنير المراد بقوله أو نحوها بقية ما تشد إليه الرحال من الحرمين وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياء وكبور الشهداء والأولياء تيمنا بالجوار وتعرضا للرحمة النزلة عليهم الاقتضاء بموسى عليه السلام التيمن يعني إيه؟ يعني التبرق يعني ابن المنير بيقول إن الواحد ممكن يتدفن بقرب أي مكان مقدس وهو بيحبه وكمان بيدفن بجوار مدافن الأنبياء وكبور الشهداء والأولياء تيمنا بالجوار يعني تبرق بجوارهم عشان الرحمة النزلة عليهم بيقول زي ما موسى كان عايز يتدفن في الأراضي أو الأماكن المقدسة يعني إن الميت وهو ميت يعني يتبرق بالموت التبرق بالدفن بعد الموت يعني بالأراضي المقدسة يعني إنسان وهو ميت يتبرق بالجوار مدافن الأنبياء والشهداء والأولياء وابن حجر بيعتقد بالتبرق من الكبور خلينا كمان نشوف حديث تاني نتأكد من الكلام ده في سهل بخاري كتاب الصلاة أبواب استقبال القبلة باب هل تنبش كبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد يقول لنا كده قال البيضاوي أما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرق بالقرب به لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد وهنا ابن حجر بينقل كلام البيضاوي طبعا ليه لأنه موافق عليه بيقول إيه فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرق بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد وهنا بيقول ممكن تبني مسجد بجوار صالح عشان تتبرق منه وإنت إنك كده مش هتدخل في وعيد اللعن عقدة ابن حجر إن الواحد يدفن في الأماكن المقدسة أو بقرب حتى أي رجل صالح عشان تتبرق به وإنت ميت وكمان يبني مسجد قريب من حد صالح مات للتبرق من الموتى وهنا هنيجي النقطة مهمة تانية وهي التبرق سواء بأثار الأنبياء أو الصالحين خلينا نشوف الكلام ده في حديث اللي جاي دلوقتي خلينا نوضح الفكر أكتر من زهيل بخاري كتاب بدء الخلق باب خير مال المسلم غنم يتبع بها الشعف الجبال يقول لنا كده حفظ ابن حجر يقول كده ويأخذ منه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين تبرقا بهم وابن باز رد على الموضوع ده في كتاب التنبيه على المخالفات العقدية في الفتح الابن باز بيقول التبرق بزوات الصالحين أو بجاههم أو بحقهم كل ذلك لا يجوز والصواب التبرق بدعائهم لا بزواتهم لأن التبرق بزوات الصالحين أو بجاههم أو بحقهم كل ذلك لا يجوز هو دائر بين الشرك الأكبر والأصغر فيحذر منه والتبرق بزات والتبرق بزات خاص بنبينا محمد فيما انفصل عن جسمه في حياته فقط لا بعد موته والله أعلم يعني إيه؟ التبرق بزوات الصالحين أو بجاههم أو بحقهم كل ده لا يجوز ممكن واحد مثلا يقول كده ممكن تقول له واحد صالح إدعيلي لكن ما تتبرقش بذاته أو بجاهه أو حقه لأن ده الداخل في الشرك حتى مع الرسول نفسه التبرق بيكون فيما انفصل عنه في حياته مش بعد موته وخلينا نتأكد في فتوى ابن باز بيقول إيه؟ يقول كده قد صرح العلماء محمام الله بما ذكرته في هذا الجواب كشيخ الإسلام بن تيمية وتلميزه العلمة بن القيم والشيخ العلمة عبد الرحيم بن حسن في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وغيرهم بيقول وأما حديث توسل الأعمى بالنبي في حياته فشفع فيه النبي ودعا له فرد الله عليه بصره هذا فهذا توسل بدعاء النبي وشفاعته وليس ذلك بجاهه وحقه كما هو وضح في الحديث يعني حتى المقولات اللي احنا بنسمعها بحق جاه النبي اللي بتتقال دي غلط عقائديا غلط وإن يجوز بس التوسل بدعاء النبي في حياته فقط ونرجع نشوف ابن حجر قال إيه على الأولياء والصلاحين في صحية البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام بيقول ابن حجر كده الحافظ ابن حجر بيقول وفيه التبرج بطعام الأولياء والسلحاء ونلاحظ تعليق الشيخ ابن باز قال إيه هذا الإطلاق ليس بسديد وصاب تخصيصه بالنبي ومن فصل عن جسمه في حياته فقط يعني إحنا بنلاحظ إن في حياته فقط يعني إيه يعني حياة النبي فقط ونلاحظ قويس ابن حجر بيقولك التبرج بطعام الأولياء والسلحاء ومعروف طبعا إن الطعام ده إيه للحي ومش للميت وليس للميت ابن حجر ما اكتفاش بالتبرج من طعام الصلاحين ولكن كمان التبرج بالمال وخلينا نشوف فين في صحية البخاري كتاب تفسير القرآن صورة برقة باب قوله ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره ابن حجر بيقول لنا إيه وفيه الجواز سؤال الموسر من الماء من ترجع بركته شيئا من ماله لضرورة دينية ابن حجر بيقول ممكن تاخد فلوس من واحد صالح على سبيل البرقة وشيخ ابن باز بيقول إيه أصاب إن هذا التبرج خاص بالنبي لا لغيره فلا يجوز التبرج بأحد غيره ولا بعد موته وهنا ابن باز بيقول إن التبرج خاص للنبي مش لحد غيره وكمان في حياته مش بعد موته وهنا فيه سؤال هل ابن باز متوقع مثلا إن لو مثلا الرسول استخرجت الجسد من القبر المسلمين هتبرقوا منه فرح قال فلا يجوز التبرج بأحد غيره ولا حتى بعد موته وشفنا ابن حجر خالف إزاي أهل السنة على طول الخط وما تركش فرصة إلا واتكلم عن التبرج بأثار الصالحين قياسا على أثار الرسول خليني عمل لكم لخص لحلقة النهاردة النهاردة شفنا في عقيدة ابن حجر إن لو فيه واحد حاب يتدفن فيه أماكن مقدسة بجوار الأنبياء أو كبور الشهاداء وكبور الأولياء عشان الرحمة النزل عليهم والتبرج وهو ميت منهم جائز عند ابن حجر وشفنا مش كده بس شفنا كمان التبرج بفضلات الصالحين وطعامهم ومالهم وأهل السنة طبعا ردوا عليه وقالوا إن التبرج بزوية الصالحين أو بجههم أو بحقهم كل ذلك لا يجوز والصواب التبرج بدعاهم لا بزوتهم لأن التبرج بزوية الصالحين أو بجههم أو بحقهم كل ذلك لا يجوز وهو دائر بين الشرك الأكبر والأصغر فيحذر منه يبقى ابن حجر إيه أعظم شهرح للبخاري يقع في دائر بين الشرك الأكبر والأصغر وشق معروف طبعا إن الواحد يبتدي بالشرك الأصغر ويدخل في الشرك الأكبر والاتنين مصيرهم النار يبقى مصير ابن حجر إيه يا مسلم وألتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا من تأكد رد بعقلك من أقبل بعقله وإذا يرد بعقله وإذا ينكر بعقله يبقى الجن يبقى والعوبة بين حقوق المسا